السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا رجل من منكري سنة النبي صلى الله عليه وسلم عنده مجموعة من الشبهات جعلتها في حلقة واحدة لكي لا أكرر يعني الأجوب عليها قصيرة فلا أحتاج إلى تكرار حرقات كثيرة عنه يا قوم اتبعوا المرسلين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نبدأ بشبهته الأولى لاحظوا فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه أنه إبليس دخل الجنة وقد كانت الجنة حرام على إبليس ودخلها عن طريق الحية ما أدري كيف دخلها والله حرم عليه الجنة يعني دخلها غصبا عن الله ولا فوق إرادة الله تعالى الله كلام غريب الغريب هو أن مثل هذه المسألة لا تفهمها أنت حرام عليك الكذب ومع ذلك تكذب هل هذا يعني أنك قدرتك فاقت قدرة الله وما شبه ذلك وسوس لحوى حوى أكلت من هذه الشجرة فطلع دم من الشجرة فذهبت إلى آدم أقنعت آدم أن يأكل من الشجرة هرب آدم حياء من الله فقال له الله يا آدم أنت تهرب من من تهرب مني هذه في الرواية هو الآن جايب رواية عند الطبر في تفسيره ويريد أن ينتقدها ليقول شوفوا هذه الروايات المسلمين كيف إنها خطأ وهم يروجونها وما شبه ذلك قال بل استحيت قال من قال لك أن تأكل منها قال حوى الله في القرآن يقول فأزل لهم الشيطان فالله تعالى شقول ملعونة هي الأرض التي خلقت منها يخاطب آدم الأرض التي خلقت منها يا آدم ملعونة لأنك أكلت من الشجرة ولها علي يقصد حوى أن أدميها في الشهر مرة هذه رواياتهم موجودة في الطبري وموجودة في الروايات الموجودة في الطبري وفي غيره من الكتب التي لم يشترط أصحابها أن كل ما فيه صحيح قد تحملوا روايات ليس صحيحة وهو يذكر لك الإسناد فانظر هنا هذا الكتاب ما اسمه ضعيف تاريخ الطبري يعني الأحاديث الضعيفة التي في تاريخ الطبري فهذه الرواية 144 رقمها التي ذكرها لماذا تفر مني أمني تفر قال لا يا رب ولكن حياء من أين أتيت من قبل حوى أدميها كل شهر فهذا جعله في ضعيف تاريخ الطبري قال اسناده ضعيف بس ما يحتاج تحليلات الكامل الموضوع بسيط فأنت تأتي وتنتقد رواية ضعيفة عندنا لكي تطعم بالروايات الصحيحة هذا فعلا لا يفعله الناس المحترمين الذين يحترمون بحثهم العلمين إن كان يعني يسمى ما يفعله بحث علمي أو شيء ننتقل لما يعني يقوله أيضا في كتب الموروث التي لا يراد لنا أن نفكر فيها لا نحن نريد لك أن تفكر فيها لكن ليس أن تعمل عقلا متشبعا بشبهات لنقضي أشياء صحيحة بلا فهم صحيح لها وبلا قواعد علمية ثم اسمها كتب الحديث وليس كتب الموروث ما فيش اسم كتب الموروث طيب ماذا يقول آية ولقد همت به وهم بها يعني يقصد كتب التفسير تفسير السلة لأنهم سيفسرون هذه الآية آية ولقد همت به وهم بها القصة التي حدثت مع يوسف عليه السلام وامرأة العزيز القرآن الكريم يقول وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال ما عاد الله في كتب الموروث سأل ابن عباس ومجاهد ماذا بلغ جلس منها مجلس الخاتن حل سرواله حد الإليتين جلس منها موضع الرجل من امرأته القرآن الكريم في قصة يوسف عليه السلام قال همت به ولقد همت به وهم بها لو لا أرأ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام يقول الله سبحانه وتعالى عن يوسف قال ما عاد الله إنه ربي أحسن مثوي إنه لا يفلح الظالمون فهذا لما قالت له هيت لك امرأة عرضت نفسها على رجل شاب دينه منعه قال ما عاد الله هو يستعيذ بالله من أن يفتن يستعيذ بالله من أن يقع بالفاحشة يوسف عليه الصلاة والسلام وإن كان نبيا ومن الأنبياء الذين ذكرت سيرتهم في القرآن الكريم وله فضل عظيم وهو الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم لكن هذا لا يخرجه عن طبيعته البشرية وهو رجل والرجل ليس معصوما من الشهوة ليس معصوما من الرغبة بالنساء فهذا الرجل الذي عرضت له المرأة في مفاتنها وحاول أن يبتعد عنها قد تقع الشهوة ويقع الهم منه وإلا لكان إنسانا حجرا لا يتأثر والله سبحانه وتعالى ذكر لنا من الأنبياء ما هو من التجارب البشرية التي يصح معها أن نقتدي بهم وإن كان الله سبحانه وتعالى منعهم من أي شيء يقع للبشر فعند ذلك هم ليسوا موضعا للقدوة فهو بعد أن قال معاذ الله عرضت له مفاتنها وكذا وقع منه الهم كما اتفق السلف على ذلك خلافا للمفسرين المتأخرين الذين خالفوا في ذلك وقالوا هو لم يقع منه الهم أساسا وقالوا الله قال ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه إذن لم يهم وعنده أنا كنت أظنها سابقا لأننا بالعامية نقول هذا الكلام لكن وجدت أن العرب لا يقولون هذا الكلام يقولون لولا في بداية الكلام لا يقولونه بعد الحدث المنفي فإذن ولقد همت به وهم بها هذا وقع الهم وقع لولا أرأى برهان ربه هذا بداية كلام أي لولا أرأى برهان ربه لحدث بينه وبينها شيء لا يرتضى اللي هو الفاحشة نعوذ بالله كذلك لنصرف عنه السوء أراه آية أراه الله برهانه ليصرف عنه السوء كذلك لولا أرأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء فصرف عنه الفاحشة بأن أراه البرهان هذا لا ينفي أنه وقع به الهم ليتضح أن هذا بشر وهذا عنده شهوة والله صرفه عنها وصرفه عن الفاحشة الغريب في الموضوع أن هناك حديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة وقعت عينه عليها فدخل إلى زوجته زينب وباشرها مباشرة ثم خرج إلى أصحابه وقال المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فاستعيد بالله وروحه طبعا تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان يعني الشيطان يزين الإنسان من هذه المرأة ما يجعله يميل إليها أو شيء من هذا القبيل باشر زوجاتكم تبغوني أصدق أن هذا الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه أدبيات بني إسرائيل هذه أدبيات الإسرائيليات التي أدخلتموها وتماهت في المؤلفات وفي التدوين دون ضبط دون تحري دون مراجعة شغل لمامين الأمة كلها لمامة الأمة منذ أصر النبوة إلى يومنا هذا كلها شغل لمامين حتى تأتي أنت وتنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنسان رجل من الرجال إذا وقعت عينه بالغلط على ما يؤدي إلى الشهوة ثم صرف هذه الشهوة إلى الحلال وعلمنا أن إذا وقع هذا منا أن نصرف هذه الشهوة في الحلال فيخرج من قلوبنا حب الباطل ما علاقت بني إسرائيل؟ إذا كان بني إسرائيل هم الذين يعلمون هذه الأدبيات كما سميتها الطيبة التي تقول لك إن وقعت عينك في الحرام ووقع في قلبك شيء الرجل الرجل والمرأة كذلك قد تقع عنها على ما يؤدي إلى الشهوة فاصرفها في الحلال إلا إن كنت تريد أن تنفي عنه أنه رجل الرجل إذا وقعت عينه على شيء فهذا شيء طبيعي أنه قد تخطر ببالي الشهوة شيء طبيعي بقى كيف وقعت عينه بالغلط يا أخي وما قالت أعمد النظر إليها وقعت عينه فتنفي عنه فحولته مثلا ولا إيش بنو إسرائيل هذه الحجة التي يحتج بها كل من يريد أن يغير في تاريخ الدين أن يغير في أحكام الدين أن يغير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يتهم علماء المسلمين بأنهم أخذوا دينهم عن بني إسرائيل طيب الإمام المسلم روا هذا بحديث بإسناد صحيح ما علاقته ببني إسرائيل يعني هو يأخذ أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل هذه ما أقولها إنسان عقل ما أقولها إلا إنسان يعني مثلك قالونا نفكر فيها حبة حبة يا مشكلتك أنه أنت لما تفكر ما تفكر صح أنت تفكر كيف تنتقد الدين كيف تطعن بكتب المسلمين كيف تطعن بعلماء المسلمين لا تفكر كيف تفهم الأشياء بفهم صحيح الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون أنا كعربي أفهم العربية مكنون بمعنى خبئ في شيء القرآن محفوظ من التحريف لكنه ليس بمكنون ظاهر بين يدينا السؤال هو يقول الكتاب مكنون ما قال القرآن مكنون خلينا نشوف سؤالك السؤال كيف الله سبحانه وتعالى ينهى ينهى النبي عليه الصلاة والسلام وي الصحابة ألا يمس الكتاب إلا من بعد طهارة في حين أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان فيه شيء اسمه كتاب بمعنى قرآن إلى أن رفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى ما كان في زمنه شيء اسمه كتاب يعني لو عشنا في زمنه ما حنسمع أحد يقول هذا القرآن أنت تقول عن نفسك أنك تفهم العربية ثم أوضحت لنا أنك لا تفهم العربية لأن العرب تقول كتاب ليس على المجلد الذي موجود يعني بين جلدتين بين دفتين فكل شيء مكتوب على شيء يسمى كتابا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيتوني كتفا كتف شاء أو كتف كتف عظمة الكتف أكتب لكم وكان يرسل ورقة إلى الملوك وكانت تسمى كتب كتب النبي صلى الله عليه وسلم فأي كلام مكتوب في ورقة يسمى كتاب أنت أساساً اعتراضك مبني على جهلك بالعربية وهو فعلاً الآية هذه تتكلم عن كتاب المكنون اللي هو اللوحة المحفوظ كما فسرها السلف ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلينا بس نسمع ماذا يقول كذلك أنه قال هذولا كيف فسروا الآية أن الكتاب الذي لا يمس هو القرآن إذا الصحابة ما فهموها كذا أنتوا كيف فهمتوها أنت كيف عرفت فهم الصحابة طالما أنك تشكك بما سميته موروش كيف عرفت فهم الصحابة كيف عرفت فهم كيف عرفت اللغة ما هي اللغة موروث وأنت تشكك بالموروث يمكن مكنون معناه جميل ويمكن النبي صلى الله عليه وسلم كتب المصحف بنفسه أنت مشكك بالتاريخ فكيف أنت تشكك بالتاريخ ثم تحتج بالتاريخ أنت تناقض نفسك السلف يعتمدون على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر هذا هو العمدة ويوردون هذا عند تفسير هذه الآية لأن كما أن الله سبحانه وتعالى الكتاب المكنون الذي عنده في السماء لا يمسه إلا المطهرون صنف خاص من الملائكة طهرهم الله سبحانه وتعالى لا يمس هذا الكتاب غيرهم فكذلك مع وجود الحديث الحكم الثابت في الحديث يذكر أنه المصحف الذي في الدنيا لا يمسه إنسان إلا على طاهر بس وهذا ثابت في الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر بقى أنت تزعم لو عشنا في زمن وما سنسمع أحد يقول هذا القرآن هذا من عدم معرفتك بكلام العرب وأنهم كانوا يقولون أعطيني القرآن مثل القرآن هذا القرآن المشكلة عندك وليست في التاريخ وليست في السنة وليست في العلماء وليست في التفسير طيب حديث في صحيح بخاري ومسلم الجنة تقول لما لا يدخلني إلا ضعفاء الناس لما نعرض هذا الحديث على القرآن الكريم نجد بأن صفات أهل الجنة متقين مصلين متصدقين منفقين صابرين ولا يصبر إلا القوي هو جاء من مدخل لا يصبر إلا القوي طيب قتلى في سبيل الله ولا يقتل في سبيل الله إلا شجاع يكفي أن الأنبياء والرسل في الجنة هل هؤلاء ضعفاء الناس وسقطهم في الحديث الجنة تقول مالي لا يدخلني لا يدخلني إلى ضعفاء الناس وسقطهم هذا هل يعني أن كل من دخل فيها هذا ما كذلك النار تقول وثرت بالمتكبرين أو مالي لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون هل هذا يعني أن كل من دخل النار جبار يمكن أن تتدخل النار يمكن أنا ما أقول أنت ستدخل يمكن أن تتدخل النار مع أنك أنت يعني من ضعفاء الناس وسقطهم ولكن الكلام هنا على الغالبية وهذا أسلوب من أساليب العرب عندما تتكلم عن غالبية الشيء تنفي من سواه نفية تقليل لا نفية إزاهة اسمع ماذا يقول القصد الفقراء والضعفاء إذن هو يعرف هو يعرف يعني هل لا يدخل الجنة إلا الفقراء والضعفاء طيب والأغنياء ما يقولون في ناس من الصحابة كانوا أغنياء مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ناس من الصحابة ناس من الصحابة إذن قلة وليس كلهم والاثنين هذولة بالذات مبشرين بالجنة هل الأنبياء من سقط الناس لحظة 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 كيف عرفت أنهم مبشرين بالجنة كيف عرفت النبوي كيف تقول أنهم مبشرين بالجنة يمكن مبشرين حاشاهم طبعا لكن ممكن مبشرين بالنعرف ممكن أساسا هم لم يكونوا أغنياء ممكن أساسا هم شخصيات وهمية غير مذكورين في القرآن كيف تعتمدوا على السنة التي تنكرها ايتيني في القرآن أن عبد الرحمن بن عوف كان إنسانا موجودا في شخصية اسمها عبد الرحمن بن عوف ما عندك فلا تحتج بالسنة لتضرب بها السنة إذا أردت أن تحتج بالسنة عليك أن تحتج بكل ما يحتج به أهل السنة وتصحح وفق معاييرهم لا وفق معاييرك أنت أنت تأخذ من عندهم ثم على معايير فاسدة عندك أنت لا تفهم معنى الحديث الجنة أكثر من يدخلها من ضعفاء الناس وسقط الناس يعني الناس الذين لا يلتفتوا إليهم تجد كثير من الناس اللي عبادوا زهادوا والناس سلموا من لسانهم وسلموا من أذيتهم هؤلاء هم أكثر رهل الجنة ملوك رؤساء وزراء أصحاب رؤوس أموال كبيرة جدا تجد أكثرهم كفر أكثرهم معاندين لله سبحانه وتعالى أكثرهم محاربين لدين الله سبحانه وتعالى هؤلاء الجبار فرعون هامان هذا في التاريخ في يومك الحاضر أمثالهم هؤلاء الجبار من أهل الناس أهل الثراء كلا يقول الله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إذن عادة الإنسان ليس كل الإنسان هذه الآية أساسا تقول إنها تعارض أن أبا بكر الصدق كان عندهم مال بفهمك السطحي إن الإنسان لا يطغى لا يقصد به كل البشر ولكن عادة الإنسان جبلة الإنسان بمعنى الغالب يطغى الرآه استغنى الغنى يأتي بالطغيان كثير من الناس عندما صار عندهم أموال وكذا طغلوا ولهذا كان أكثر أهل النار من الأثرياء من الزعماء من كذا وأما الفقراء الذين هم ما عندهم أموال يحاسبون عليها ما عندهم سلطة يظلمون بها من بيته إلى عمله عبادته الصلاة وكذا فكان أكثر أهل الجنة من هذا الصين من الضعفاء والفقراء وأكثر أهل النار من أهل الباطل ثم إن الفقر والضعف هذا لا ينافي القوى البدنية ضعيف ما يعني إنه إنسان تافه لا إنسان قوي إنسان شجاع وهو ضعيف من الناحية أنه ليس له مكانة في المجتمع ليس معروفا ليس مشهورا ليس رئيسا ليس زعيما الله سبحانه وتعالى يقول للصحابة وعلم أن فيكم ضعفا ويتكلم المجاهدين من الصحابة ففي ضعف من نواحي وفي ضعف من نواحي فالحديث لا يتكلم عن صفة كل أهل الجنة وأنما يتكلم عن صفة الغالبية منهم أنهم ناس يعني من العام أو من الناس المغمورين الذين لا سلطة ولا قوة ولا شيء بيدي المشكلة في فامك هل الأنبياء من سقط الناس شوف الفامسي لما أشوف مثل هذا الحديث في صحيح بخاري ما هو المطلوب مني المطلوب منك أن تتعلم المطلوب منك أن تفهم أن تجلس عند أهل العلم وتتعلم وتسأل عندما يكون عندك أشكالية تسأل أهل العلم تسأل أهل الحديث لتتعلم قبل أن تنشر شبهات تافية بين الناس لا تدلوا العقلاء إلا على أنك لا تفهم أو تتعمد أن تطرح شبهات يعني الله أعلم أنت متعمد ولا أتيت من فهمك وقلة معرفتك بكلام العرب هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثمى وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون